أهلا بكم ضمن جولة في الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم نبدأ جولتنا من صحيفة الصحراء المغربية التي عنوانت عيد الأضحى ترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والمعز حيث أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا أنه تم في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى ترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والمعز التي يتم تسمينها للعيد أما جريدة الاتحاد الاشتراكي فأوردت تصريح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب فرانسواري بيد ديغا الذي قال إن المغرب بلد مرجعي في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء وفي العمل على إدماجهم وقد تمكن منذ فترة طويلة من أن يفرض نفسه بطريقة حازمة للغاية وتقدمية كبلد رائد في قضية الهجرة واللجوء ونختم جولتنا في الصحف المغربية بجريدة المساء التي كتبت أنه وللمرة الثالثة على التوالي عرفت أسعار الزيوت النباتية وزيت المائدة زيادات جديدة بعد تلك التي عرفتها قبل شهرين الزيادات الجديدة شملت معظم الأنواع بعد زيادة مماثلة تراوحت ما بين درهم ونصف ودرهمين عن كل لتر في حين عرفت عبوات الزيت من سعة خمسة لترات زيادات تجاوزت عشر درهم